اشتركوا في القناة ولكن ايضا بقى فيه اهتمام من القيادة السياسية ومن الدولة وايضا وعي من الشباب بحاجة اسمها اعادة بناء الانسان المصري اعادة بناء الانسان هو اللي هيعمر كل ده هذا البناء هو اللي هيوعيد استخدامه بشكل جيد جدا ده موضوع حلقتنا النهاردة أنا معي مجموعة من الشباب الرائع اللي بيقوموا بعمل تطوعي هقدمهم لحضراتكم ولكن خلوني الأول في البداية نوه عن فقرتنا التانية مع زميني العزيز عاطف كامل وهيكون ايضا ضيفته دكتورة رهام الهواري خبير التنمية البشرية هتتكلم ايضا ولكن بشكل مختلف هتتكلم عن تنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي عشان يقدروا يواكبوا العمل في العاصمة الادارية الجديدة وانا هشوف حضراتكم بعد الفاصل وقدم لكم مجموعة شباب سعيدة جدا وفخورة جدا انهم معنا نهارد اشتركوا في القناة رجالة مع حضراتكم مرة تانية وزي ما قلت في فقرتنا الاولى معنا مجموعة من الشباب اللي بيقوم بالعمل التطوعي يعني هما شباب قرروا ان هما يقوموا بعمل تطوعي ويخدموا المجتمع والبيئة اللي هما فيها بالمناسبة احنا هنتعرف عليهم دلوقتي لكن هما بيعملوا يعني هما مش مثلا عندهم بقى تفراغ ولا فاضين كل واحد فيهم عمل مهم جدا بعد ما بيخلص شغله بيقوم بخدمة المجتمع هما مين وبيعملوا كده ليه وهم مين بالضبط وإيه اللي بيعملوه ده اللي هنعرفه من خلال اللقاءنا بيه وخليني أرحب بيه النهاردة أنا بحب أبدأ بالسيدات بس النهاردة هتطرر أبدأ بمحمد الأولى عشان هو رئيس الجماعية والنازي محمد عبدالعزيز أهلاً وسهلاً نهارنا مشرفنا النهاردة وهب عياد وكمان ميرات أيمن أهلاً وسهلاً مشرفيننا من نهارنا النهاردة وأبدأ من عندك يا محمد أنا النهاردة هغير على فكرة دايماً متحيزة جداً أنا أبدأ بيك النهاردة عشان أنت المسؤول عن الجماعات تطوعية اللي أنتو أسستوها عايزين نعرف إيه هي وإيه فكرها وإيه السبب اللي خلاكوا تفكروا فيها أنا محمد عبدالعزيز أنا مهندس ميكانيكا شغال في مجال الكونستركشن وأتشرف برئاسة إحدى مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسة شبابية وأتشرف رئاساتها من السنة دي إن شاء الله وهي طبعاً غير هدفة للربح بقيت تبتعملوا وعمل تطوعية بحثين طب نتعرف منك إيه اللي خلاكوا أصلاً تفكروا في إنشاء الجماعية تمام الجماعية أصلاً في الأساس هي جماعية أيمة على الشباب من سنة 18 لسنة 30 هي جماعية غير هدفة للربح تماماً هدفة أن نحن نطور مجتمعنا طب إحنا إيه اللي خلانا نفكر في كده أن كل واحد فينا عنده شغله وعنده حياته بس دايماً اتعودنا من أي ما كنا في الجامعة والأنشاطة الطلابين يكون عندنا جزء مش مدفوع الأجر عشان كده فكرنا أن نعمل جزء مش مدفوع الأجر ده بس على سكيل أوسع من جامعة أو كده ويكون في كل مكان يعني في مصر ونحاول نشارك بجزء بسيط جداً في بناء المجتمع اللي احنا عايشين فيه عشان كده فكرنا أن نعمل جمعية الجمعية موجودة من زمان من 2004 احنا الجمعية بيجي تداول عليها الرئساء يعني بيجي رئيس بفكر جديد وبلان جديدة وهكذا يعني هي دايماً من 2004 بنخدم المجتمع المصري احنا السنة دي البوردن مسؤولة عن الجمعية فهي مش وليدة اليوم هي من 2004 بتخدم المجتمع المصري هدفها أنها تخدم المجتمع المصري وتخدم المجتمع من خلال أن هي تطور الفرد اللي هو عضو في الجماعية دي عشان كده بيخرب للمجتمع يكون كويس تمام طيب هاجي الميرات وميرات انت نائب رئيس الجماعية السنية دي عايزة عارف انتو عندكم مجموعة محاور أساسية مهتمين بيها في بناء الانسان كلميني عن محاور الجماعية هو عندنا اول حاجة التعليم وعندنا طيب ممكن محمد يكلمك عن محاور أكتر عشان هو اللي كان مركز عليها أكتر طيب قبل ما محمد يكلمني عن محاور عايزة عاكي تكلميني برضو عن فكرة انضمامك للجماعية ايه اللي خلاكي انت برضو بتشتغلي انت عرف على شغلك وإيه اللي خلاكي انك عايزة تقدمي عملت طوية غير شغلك؟ انا شغالة في مجال ماركتينج الفكرة كلها ان انا بحب اخدم الناس اكتر او ان انا ساعد ويحب الاطفال اكتر فدخلت الجماعية ان انا احاول ان انا غير حاجة اه اتيتيوت الناس لسلوكهم يعني ده السبب الاساسي لخلاكي كل جماعية حسيتي ان احنا محتاجين نغير طريقتنا في التعامل مثلا بالضبط وان انا ازاي ان انا هو مش مجرد ان انا بقدمها مسلا بحاجة مادية او كده كمان جزء من وقتي فان انا محتاجة ان انا اشير الموضوع ده او ان انا ساعد الناس اكتر اه يعني احنا هنا بنتكلم على ان الناس فهم ان العمل التطوعي ان انا قدي حد فلوس لا اه العمل التطوعي في حاجات تانية كتير الوقت بدل ما انا مسلا قاعدة ساعتين تلاتة ما بعملش حاجة بتاع طب ما حاول ان انا ساعد ناس حاول ان انا غير من حياة حد بكلام بمجهود بحاجة مادية باي حاجة هي دي طيب ده هيخليه اجيلك يا حبا وانت صاحبة شركة اصلا يعني انت عندك شغل اعتقد ممكن يكون بياخد تقريبا كل وقتك مع كده برضو فكرت انك تقدمي العمل التطوعي كلمني ايه السبب الرئيسي لخلاكي تعملك طيب انا موجودة في الجماعية كمدير تنفيذي للجنة التنمية الاحترافية ودي حاجة قريبة لشغلي انا شركة بتاعتي شغالة في مجال الموارد البشرية بتخدم شركات صغيرة متوسطة فدي حاجة كانت قريبة جدا لشغلي ان انا مش بس بشتغل اونا professional level لا انا كمان اقدر بشغلي ان انا افيد ناس تانية وان انا اقدر ان انا اصهر في مجتمع واقدر ان انا اعمل فاليو فده يمكن كان السبب الرئيسي لان انا توصلت معهم وان انا كنت سعيدة بانضمامي طبعا لجماعي وكلكو عندكو اوقات عمل يعني انتو بتبقى الجماعي بعد بتخلصوا محمد قليل بيشتغل من تسعة لخمسة بالضبط احنا دقريبا كلنا بنشتغل في نفس الموعيد دي غالبا الاجتماعات بتاعتنا بتكون بعد موعيد العمل غالبا بتبدأ الساعة ستة وبتنتهي على الساعة مثلا ثمانية او حاجة والإيفنتات مثلا او الانشطة بتاعتنا بتكون في خلال الايام الراحة اللي هي الويك اند اللي هو بيبقى جمعة او صبت طيب قبل ما تكون في الانشطة اللي انتو بتقدموها انتو يعني كده عندكم زي بيقولوا ايه فول داي او يوم كامل ما بين شغلك وبعد كده العمل التطوعي كلموني عن احساس كل واحد فيكو هل انتو حاسين انتو مضغوطين حاسين ان انتو بتعملوا حاجة زيادة ولا حاسين بسعادة حاسين بايه قبل ما اقولك حاسين بايه هقولك احنا بنختار بعض ازاي عشان ساعة هتعرف احنا حاسين بايه لما بنجي نبتدي خلاص هنبتدي السنة بتاعتنا بتبدأ من شهر سبعة وبنبتدي سنة بتاعتنا بنحط بلان نحط خطة اهداف وهكذا في اختيارنا للمين هيمسك ايه دايما بنقرب للحتة اللي كل واحد فينا حاببها يعني مين حابب ايه مين بيشتغل في ايه مين حابب يدي جزء من وقته فيها فطالما اخترنا انت حابب ايه ساعتها الوقت اللي انت بتعمله وبعد شغلك ما بتحسش بيه بتبقى مبسوط اكتر فبالتالي ضغط الشغل لان الشغل بفيه سترس جامد بنبقى احنا مضغوطين في الشغل بتستنى اللحظة اللي هتبدأ فيها العمل الجديد لان هو الحاجة اللي انت بتحبها يمكن انا اكون شغال في حاجة وبس الحاجة اللي بحبها مش هي هي نفس الحاجة اللي شغال فيها فاحنا بنعوضي فيها عشان كده في اختيارنا لمين هيروس ايه او مين هيمسك ايه دايما بتبقى هي دي هي دي الكاي هي دي المفتاح اللي بنختار منه البنقى ده فتلاقي ان عمري فيه حد فينا جيش تاك او قال انا مضغوط رغم انه ممكن بنشتغل ساعات اليوم بتاعنا بيبتدي من 6 الصبح لما بنصح عشان روح شغل لنا لغاية 12 بالليل ما بين شغل وما بين اجتماعات وكولز وما بين احنا شغالين بنعمل بروجيكت من جانبين احنا بنشتغل بشكل مؤسسي كبير عندنا هائقة مؤسسية بنشتغل عليها عندنا رئاسة وعندنا وعندنا مساعدين وعندنا لجان بنشتغل عليها انتو طبعا تتبع وزارة تتضامن الاجتماعية اكيد نعم، لكن ليس نحن الذين نتبع من ضمن المؤسسة التي تتبعها نحن نحن نتبعها، لكن هذا هو عملنا، فأنا أعمل بالشكل لكي تشعر أن لو سألت أحد فيهم، ستجد أن الموضوع مضغوط لو الضغط، هو في المكان الذي ليس بتاعه فنبدأ ساعات هيجي يقول لنا بأننا نرقص الجامعية ونبدأ ساعتها نغيره طبعا، طبعا طيب، أنا عايزة أجيلك مرة أخرى يا ميرات، وأعرف أنت عندكم بقى مجموعة كبيرة من المبادرات عايزة أبدأ بقى المبادرة اللي هي share the love أو يعني إن إحنا ننشر الحب والسلام كلميني عن المبادرة دي؟ المبادرة كلها إن هي فكرة إن إحنا share the love إن إحنا share the love لأي حد بقى، وكان حاجة عملناها اللي هو بنعمل للناس ذول الاحتياجات الخاصة أو اللي هما صوري الدافت بيبل اللي هما صموا البقم، فإحنا كنا عملنا فيديو إن إحنا بنقول لهم إن إحنا بنصابورت إن هو مش مجرد إن محدش فهمكم وحدش عاربكم إحنا دايما بنصابورت دايما موجودين ده عن طريق بقى السوشيال ميديا، عن طريق إن إحنا مثلا نروح لمؤسسة أو جامعية نساعدهم، نعب معاهم، نحاول نتواصل معاهم دي فكرة شي مظافة، ودي طبعا بنحاول إن إحنا نوصل بيها تبقى جوة مصر وبرى مصر والأي حد دعمت هو أنا كنت بس ألقوا يمكن قبل اللقاء هبا، وقلتوا لي إن الفكرة إن إنتوا بتسموا المبادرات بقلت لكم ليه أسامي يعني باللغة الإنجليزية، فقلتوا لي علشان إحنا نقدر نوصل لبرافق، ياريت تشرح لنا الجوزء طيب إحنا المؤسسة اللي إحنا بنتباحها لها فرع في كذا دولة في العالم، فهي حاجة مهمة جدا إنه الدول التانية أو اللي هي مؤسسات اللي في دول التانية تبقى فاهمة الحاجات اللي إحنا بنعملها وتشوف المجتمع المصري إزاي بيساهم في التنمية المصرية والتنمية الدولية وكمان بيبقى فيه مبادرات متشاركة ما بين مؤسسة الدولة بتاعتنا ومؤسسة الدولة تانية بحيث إن إحنا نقدر ننشر توعية أكتر عن المبادرات اللي إحنا بنعملها طيب، هرجع لكم محامد مرة تانية وعندوكم برضو في مبادرة اسمها فلد جريم باطل أوكي كلمين طيب، إحنا شغلين هذه السنة لما بنبتدي السنة بتاعتنا ونحط بلان لنا بيبقى لنا ثيم معين أو حاجة هي طارجة كبيرة فالطارجة الكبيرة السنة دي كان حاجة لها علاقة بالبيئة إحنا قلنا إن إحنا هنفكر نعمل ونساعد الناس إن هي عندها توعية بالمشاكل بيئية اللي بتواجه العالم مش مصر بس وناخد من العالم على مصر فنبدأ نعرف إيه المشكلة ففكرنا دائما إن إحنا خلاص إحنا نعمل إنشتف مبادرة اسمها ستاب جريم يعني أخت وخطوة خضراء كده ده بالإسم بتاعها فدي هدفها إيه؟ هدفها إن إحنا نشير أورنس ونعرف الناس إيه المشكلات ونفكر في حلول مع بعض ونحل إن مش هنفكر بس مش هنوجد حلول من غير ما نحل فمنها بدأنا نحط الناس الإنشتف اللي هي ستاب جريم وأول حاجة كنا فكرنا نعملها إن إحنا عشان نريز أورنس على البلاستيك وعلى أضرار البلاستيك عملنا التشالنج ده موجود في دولة من دول العالم في فرنسا اسمه فيل دباطل إحنا سميناه فيل دباطل ليه بقى؟ هو قصته كلها إن إحنا بنجيب إزازة ونبدأ نعملها عاب السجار اللي موجودة على الشواطئ وفي الشوارع والناس بتشوفنا فهو أصل الفكرة بتاعته إن لما الناس بتشوفك بتعمل حاجة غريبة أنت بتلم عاب السجار وحطاه في إزازة بلاستيك في بدأ إسألك بتعمل إيه؟ المنظر غريب شاب واقف أو بنته بيلم عاب السجار لو رجعنا لورا هنلاقي إن عاب السجار دي فيها بلاستيك والبلاستيك ده من أكتر الحاجات اللي بتضر الطبيعة البحرية في العالم وممكن تقضيع كانت البحرية كلها للناس مش روح لها مني طبعا 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 لأنها بتلوس البيئة البحرية بالضبط وعاب السجار من أكتر الحاجات اللي فيها اللي بتضر في العالم كله نهاية عاب السجار بتتريمي في الأرض بطريقة كبيرة جداً في كل دول العالم مش مصر بس فالتشالنج إن إحنا بناخد إزازة نمليها على آخر عاب السجار من الشاطئ أو من أي مكان ونبدأ نتحدى بعض يعني أنا أقول إنها مليت إزازة وأنا بتحداك يا ميرات نجدي تيملي إزازة زي أو تيملي أكتر وهكذا عملناها من نوع من بعض وطلعنا في يوم شاطئ من شاطئ الإسكندرية وخلصنا الموضوع ده وعملناه لبقية المنظمات المجتمعية اللي حوالينا من الشباب برضو وعملوها بدأنا نتشالنج بعض فالموضوع وسع والناس بدأت تتفكر والناس تعرف وأنا بدأت تسأل هو لي عاب السجار؟ طب خش نشوف هو إيه عاب السجار؟ بدأوا يعرفوا أنه عاب السجار ده؟ يعني لقيتوا استجابة يعني يعني الناس مثلا ما خدتش ده بسخرية انتوا بتعملوا إيه؟ في الأول يعني خد بالك أن الناس ممكن تساير اتعرضنا الحاجات شبه دي إن فيه ناس تتعمل إيه؟ طبوا ليه؟ هو إيه يعني دي مش عارف إيه؟ طب بعدين نلاقيه نلاقيه هو إيه؟ طب أنا هعمل معاكو فيجرب فينبسط فيتصور فيبقى فرحان يبدأ يشير فسحابه يشوفه ده بتوصل بتوصل وهي معادية جدا الحاجات اللي زيه دي بتبقى معادية جدا يعني انت شايف إن الحاجات الإيجابية معادية زيها زي الحاجات السلبية؟ جدا وأكتر بكتير المعادية عدوى إيجابية طبعا أه طبعا عدوى إيجابية الناس جوها خير بس هي الفكرة أنت تتوقع تنبش فيه وهتمبش فيه مش دائركت ما ترش تقول لحد أنت جوها خير طلعه لأ انت عمل الحاجة وهو هيشوف أن ليها أمبكت عليه وعلى المجتمع وهيشوف أن هي فعلا بتتعامل هيبدأ يفكر فيها ميراد أنتوا فعلا حسيتوا أن الخير جوها الناس قوي كده لسه موجود وأن الناس عايزة بس اللي يسعيدها ويحفزها أنها تطلعوه آه جدا كمان يعني حتى وإحنا كنا بنعمل فلزة باطل هي الناس قريدي تتعملوا إيه طب ماشي طب يلا هزعيدكو هي الناس بس عايزة اللي يوجيها أو اللي يقول لها يلا أول ما يشوفوا حد طب يلا هنعمل معي يعني إحنا نقدر نقول أنا دايما بحبش فكرة إيه نشر روح اليأس والإحباط وإن الدنيا بايزة وإن الناس خلاص وإنه في ناس هوايتها كده أو في ناس بتتأثر بالكلام ده وتفتقوا تقول لك أسماها كده كده بايزة ما الناس بقيت مش عارفة عم ناس داي لكن انتوا اللي بتعملوه بتلاقوا فعلا رد فعلا إيجابي والناس عايزة تبقى تعمل حاجات كويسة يعني مهياش محباطة ولا يأسة ولا الكلام ده خل مش كده؟ لأننا مش نقدر نعمل حاجة لوحدنا يعني محتاجين الناس ومحتاجين الشباب إنه يكون موجود معنا إحنا مش بنعمل حاجة يعني مش خزع بالية هي حاجة طبيعية جدا وأنا بقول لحدك إحنا يومنا مضغوط وعندنا شغل بتاع بس بنعمل حاجة كويسة ومنحب نعمل فعايزين للناس كمان لأن إحنا بنواجه صوبة شوية إن إحنا نلاقي نفس الشخص اللي عنده نفس الـ passion في الحتة دي هو آه عايز يعمل حاجة كويسة وعايز أعرف أنتو عامين اللي هي الوعي ضد الأمراض التوعية ضد الأمراض إحنا طبعا فيه يعني الوعي آه يمكن بقى فيه صحيحات دلوقتي على الإنترنت الشباب بياخد باله لكن يمكن الناس الأكبر سناً مفيش هذا الوعي إنتو إيه أكتر الأمراض اللي بتوعوا منها بتوعوا الناس إزاي؟ آه إحنا كان آخر حاملة إحنا اشتغلنا عليها كانت الوعي ضد سرطان السد ودي اشتغلنا عليها في مش بس الناس الكبيرة إحنا كمان بنهدف ليه الناس اللي هما ما عندهمش وعي كفاية أو علم كفاية في مناطق ممكن تكون أكثر احتياجاً بحيث إن إحنا نقدر نحنا نوصلهم وين وعيهم بالمرض ده بذرعا هما ياخدوا بالهم من حاجة زي كده ويبقى نقلل نسبة الإصابة وقتليست إن هما إقدروا يكتشفوا المرض ده بدري شوية فإحنا بنركز على الوعي ضد الأمراض في المناطق المحتاجة أكتر من الناس التانية طيب وغير السرطان السد في أي أمراض تانية مثلاً هي الأمراض اللي ممكن تكون معادية ممكن تكون سلوك الإنسان بيفرق فيها بتشتغل عليها كمان آه في حاجات في كذا حاجة بنشتغل عليها طول السنة وكده كده إحنا بنتبع الكالندر اللي هي العالمية في الأمراض بكل شهر بيتارجت مرض معين أو قاز معين فبالتالي نحن بنبتدي إن إحنا كمان كمؤسسة نحن نشتغل عليه ونشوف إن إحنا نقدر ندعم ده إزاي طيب أنتم من خلال احتكاتكم على أرض الواقع حاسيتوا إيه أكتر الحاجات اللي إحنا محتاجين نوعي الناس منها في مصر فيما يتعلق بالأمراض يعني والله لا أنا شايفة إنه كل يعني حاجات كتير جدا مش حاجة واحدة يعني حاسة إنه فكرة ثقافة أصلا وعي الأمراض عند المصريين الثقافة مش موجودة يعني إن إحنا الوقاية خير ومن العلاج ده محتاج إن إحنا نشتغل عليه كتير جدا في مصر سباشيلي في المناطق زي ما بقول حضرتك المحتاجة أو الأكثر إحتياجة أو الناس اللي هي ما عندهاش فرصة إن هي حد يقول لها أو حد يعلمها أو حد يروح لها أو ما عندهاش هي متفاجئش غير لما المرض يجي لها مش بيبقى عندها أكسس توينفورميشن أو إن هي تقدر إن هي تعرف الوعي ده فأنا شايف إن الثقافة دي محتاجين نشتغل عليها في أمراض كتير جدا مش حاجات معينة بالرغم من إن فيه انتشار كتير للصيحات والصيحات الغذائية يعني أنا بحس إن فيه تناقض هنا إنه فيه ناس محتاجة وعي قوي وفيه ناس بتتبع الصيحات حتى الأكثر تطرفا في العالم ممكن نضيف حاجة حياتة الأمراض إحنا لما نزلنا على الأرض الواقع إحنا في البداية بنحط اللي لدينا بلان للسنة عن الأمراض اللي إحنا نشتغل عليها فدائما بنبقى عارفين يعني بنتبع زي ما هي بقالت عن بعض الأمراض اللي بيبقى فيه يوم العالمي لكذا واليوم العالمي لكذا فإحنا عندنا من أهم الحملات هي مرض في شهر عشر اللي هو سرطان السادي ده اشتغل عليه بشكل مشغل كبير واشتغل عليه بشكل مختلف في السنة دي بإن إحنا نزلنا الأرض الواقع ما عملناش شغل بس مجرد إن إحنا ننزل على الفيسبوك أو السوشيال ميديا إن إحنا بنعمل كذا لا إحنا قررنا نختار منطقة فقيرة من المناطق اللي موجودة في مصر مش هقول فقيرة عشان ما حيبش كلمت فقيرة أقول إن هي منطقة محتاجة فانزلنا بدأنا عملنا حمل التوعية بنات من عندنا هم ليهم ميديكال باكراون يعني وبيقدروا يتكلموا في الموضوع اللي واجهنا بقى في الحدة دي إن الناس ما بيتطرداش تيجي لما بيتقال توعية الناس هتيجي لو ههديهم علاج أو هعمل كشف ده واجهنا في أرض الواقع من الحاجة دي هنا شوفنا فكان في صعوبة شوية إن البنات اللي هيتكلموا بدأوا بقى إي لأ هم هيبدأوا أول مرة يعملوا الموضوع ده دائما بيتكلموا مع عيانين في مستشفيات أو حاجات مش قادرين ينصروا للليفل ده فبدأوا بقى كانتشالنج ديهم كبير جدا هم يبدأوا يتكلموا مع الناس اللي هو أصلا مش قابل إنك تقول له أنا هواعيك أنا لما المرض هيجي لي هبقى جيلك هو هو بيفكر كده فده كانتشالنج بس نجحوا فيه نجحوا وقدروا وشوف نبي عندنا إن الناس بدأوا تسمحهم وبدأوا يشوفوا رابع الفيديوهات معهم ويشوفوا الموضوع بشكل بسيط ويتحكوا ويهزروا وكانوا موجودين في مكان معين كده وقعدين على الأرض وبيتكلموا معاهم ولقيتوا استجابة فعلا لا فيه ناس أصلا ما كانتش عارفة إن هما عندهم أصلا سرطان سادس يعني هما طب أما لقوا بقى آه ده أنا عندي كذا وكذا وكذا طب وأنا كده عندي قتلها آه لازم تروح تكشفي في النار وكذا وتخذي علاج كذا طب اسمحوا لي بس إحنا عندنا فاصل هنشوف مع حضراتكم الفاصل ده ونرجع مرة ورجعنا مع حضراتكم ومعنا أحلى شباب النهاردة وأرجع معك مرة تانية محمد وكنت منتكلم عن إنه من أهداف الجامعية عندكم هي التوعية ضد الأمراض وبتقول لي إنه لسه فيه كلام تاني عايز تقوله في الموضوع ده إحنا الأمراض هي من المحاول اللي بنشتغل عليها فإحنا اشتغلنا على التوعية في مسرطان السادي بنعمل شقة ينشقة على الأرض بننزل جدا للأماكن اللي محتاجة للموضوع ده ونشتغل شقة تانية السوشال ميديا ونبدأ إنه نحط الصين فالناس تسألنا ده صين إيه فإنه نبدأ نتكلم عن المرض بنعمل بريز مثلا بنعمل بريسلتز ونبدأ نباحة زي الحزوزة كينه ونبدأ نباحة ونودي الفوز بتاعتها المعهد الأورام وهكذا كل حاجات بيننا وبنبعض فده في السرطان السادي اشتغلنا على حاجة تانية برضو إنه إحنا كنا مشاركين في ميديك الكنفوي اللي هي زي قافلة طبية موجودة إحدى الناطي برضو في القاهرة كانت تابعة شركة من شركة الاتصالات ومنظمة منظمات المجتمع المدني نزلنا كلنا الممبرات طعنا كلهم نزلوا في اليوم ده كنا بنشارك في كل العيادات نكون موجودين من الضبط الدخول والخروج وإزيارة الضغط والوزن ونبدأ نتعامل مع الأطفال ونعملهم أورنس عن غسيل الأسنان ونعملهم أورنس عن السكر وإيه الأمراض فده الأمراض اللي احنا اشتغلنا عليها برضو اشتغلنا على مرض الكبد وفي اليوم متعلامي للكبد نزل مننا ناس عندنا نزل معهد الكبد عارفوا حاجات عن الكبد وإضراره ويوصل التكنولوجيا لفين ورجعوا وكلمونا عن الموضوع ده ده من الحاجات اللي احنا بنعملها فيه بتشتغلوا عليها طيب عشان أنا قدامي أربع دقايق ولسه فيه نقاط كثير ما أخدناهش فعايزة أرجع لك مرة تانية ميرات وكلميني بقى عن أنتو بتهتموا جدا بالأطفال الزوية لإحتياجات الخاصة كلميني عن الفئة دي بتتعاملوا معها زي هي الفكرة كلها الأطفال الزوية الإحتياجات الخاصة احنا دلوقتي عاملين بارتنورشاب أو ان احنا بنحاول نصفورت جماعة اسمها صفوت الحياة هما دول أطفال يتامة وزوى قدرات خاصة برضو فإحنا رحنا عملناهم حاجة اسمها هاندووش علمناهم إزاي يخسروا قديهم اكتشفنا بقى أن هما لأ هما فاهمين إزاي يعني فاهمين بيستجابونك مش مجرد أن هما عشان تستكت عندهم توحد أو حاجات تانية بالعكس هما ممكن بيبقى عندهم قدرات أعلى في حاجات تانية بالضبط هما عفهمه جدا البرنامج في العموم هو برنامج قايم على دعمهم عشان دعم الأطفال زي والإحتياجات الخاصة عشان يكونوا موجودين في المجتمع ويكونوا حوالينه طب احنا بنعمل ايه ويكونوا يحصل لهم دمج في المجتمع هو ده أساس البرنامج طب احنا بنعمل ايه احنا بنكون سفراء لهم أنا بيجأتكلم مع حضرتك عنهم لأنهم مش قادرين يكونوا موجودين هنا اقولك ان هما كويسين جدا هما أبطال بيعملوا حاجات بأيديهم بناخد المنتجات بتاعتهم ونسوق لها نشتغل معاهم ويبقى عندهم مواهب خاصة جدا رهيبة هنا ورسم وتلوين وكل حاجة بيعملوا حاجات بأيديهم كتير بنبدأ نبيحها لأسرتنا والعائلات بتاعتنا وده هدف البرنامج ان احنا نقول يا جماعة دول أبطال وبيفرق معاهم جدا ان هما يكونوا يعني فاعلين في المجتمع يكونوا بيتعاملوا زي اي فرد تاني في المجتمع مش ان هما يبقوا معزولين هو ده هدف البرنامج اللي احنا شغلين ده هدف مهم جدا هدف كويس جدا ونحن أغدين خطوات فيه كتير جدا ومنها يوم الطفل اللي احتفلنا معهم بيوم الطفل ممكن مريد تكلمك عنه برضو يوم الطفل اللي احتفلنا بيه طب انا بس هروح لهبة لان احنا ما عندناش وقت كتير هنرجع مرة تاني يوم الطفل وعايز اتكلم بقى وإحنا دخلين على الشتاء الجو بدأ يبرد اهو وطبعا احنا زي ما بنقول دايما احنا كنانا في البيوت بنبقى لابسين مليون حاجة وحطين الدفات وبردنين ما بالنا بالناس اللي هي ممكن تكون ظروفها صعبة محتاجة بطنية تفرق معاها لبس يفرق معاها كلمية عن المشروع ده طيب احنا دلوقتي شغالين المشروع ده مع كزا مؤسسة تانية ان احنا نحاول ان احنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي محتاجها هنعمل لهم زي شنطة كده او عدة الشتاء زي ما بيقولوا هي بيكون فيها لبسة هيكون فيها بطنية هيكون بوانتيات مثلا للساعة بالضبط بوانتيات بحيث ان احنا نقدر ان احنا يعني ان هما يستخدموها طول الشتاء بس احنا شغالين على المشروع ده دلوقتي ونحاول ان احنا نترجط اكبر عدد فيه يعني شغالين عليه حاليا طب انتو يعني بتدعو الناس لده لو فيه ناس مثلا عندها تبرعات بتقدر تتواصل معيك وعن طريق الفيسبوك مثلا بالضبط لو طبعات مش ريز انتو امديني لو حد عايز حاجة ان هو يتبرع بلبس او حاجة او بطنية او حاجة زي كده ممكن ان هو يقدر ان هو يتواصل معنا واحنا نوصلها للناس طيب احنا فاضل لنا زي اياها واحدة فانا هرجع لكي ميلاك تكملي عن اطفال زاوية للاحتياجات الخاصة واعزين نتكلم كمان عن مشروع انها مش مجرد ندارة الفيسبة كلها كان يوم الطفل فاحنا حبينا نعمل حاجة لاطفال دول فقلنا احنا نحتاج ايه قلنا مكان اكل لعب الكلام ده كله زبطنا المكان خدنا الاطفال ونزلنا معاهم عايز اقول حقيق ان هم انبسطوا جدا الاكل في مؤسسات تبراع بالاكل احنا تكلمنا مطعم طب ماشي ترمح انتوا كده حلوين قوي كده وكانتوا استجابة من المطعم اه كل حاجة فور فري الاطفال نفسهم بقى قعدوا يلعبوا وانبسطوا جدا وقلنا المنتجات بتاعتهم طبعا هو المكان كان معمول في نادي في ناس من برا نادي طب انتوا بتعملوا ايه طب ماشي في ناس جابت اولادها ودخل ويلعبوا مع الاطفال كان فيه بقى ترامبولين ورسموا حاجات كده بس فالناس دي دخلت لعبت مع الاطفالها دي خالص اطفال قدوهم سنهم ولابوا مع بعض وكان موضوع لزيز جدا الناس خد اشتريت من البروديكس بتاعتهم انبهروا بان هما زو احتاجات خاصة وكده وعمين البروديكس دي بس هو والهم الاولاد انبسطوا جدا حقيقة نفس اتكلم معك اكتر من كده كتير بس وقت تانا انتهى انا بحييكو جدا شكورة بيكو ربنا يقتل من امثالكو اعتقد ان فيه شباب كتير زيكو في مصر وده الشباب اللي احنا بنفرح بيه وانا بحييكو مرة تانية معانا كان ميرات ايمن محمد عبدالعزيز وحبا عياد وشكورة بكو نورتونا النهاردة وعايزين تقولوا كلمة كيرة للشباب اللي بنختل كلمة هوا احنا بنحاول نكون بزء من المستقبل بتاع مصر منكونش متفرجين يعني حاول نكون يدينا في المستقبل بحييكم مرة تانية وانا هسيب حضراتكم مع فقراتنا تانية مع زمانينا عاطف كامل وايضا الكلم عن تنمية المهارات البشرية ولكن بشكل مختلف تنمية المهارات العاملين بالجهاز الحكومي لمواكبة العاصمة الإدارية الجديدة وهتكون دفته دكتورة رهام الهواري خبير التنمية البشرية بعد الفاصل المباشر ترجمة نانسي قنقر طبعاً تدريب العاملين ده هيعود على الدولة بنافع كتيرة جداً فأنت النهاردة لما تبقى الشخص اللي انت داخل تتعامل معاه في أي مصلحة حكومية أو في أي مكان زي كان قطاع عام أو قطاع خاص بيوفر مجهود ويوفر تعب ويوفر وقت وكل الأحاجات دي بترجع على المواطن بأشياء إيجابية جداً ويوفر راحة وأساليب راحة للمواطن المصري اللي بيخش أي مصلحة حكومية أو غير حكومية الموظف الإداري يدرب تدريب جيد ويعطى المهارات الكافية على أداء العمل المنوب به وده شيء مهم جداً في الظل احتياجات الدولة لعاملين متدربين لقضاء حوائج الناس أي حد مقبل على شغل لازم أنه يكون على قدر كافي من الوعي عن طريق ياخد دورات تدريبية ياخد برامج والدولة بتقوم بحاجة زي كده هو ده كمان بيطور من أداء العاملين بيعمل مرورنا في العمل فيه شفافية بيسحل من سرعة الإجراءات ويدي فعالية في الشغلة أكتر طيب أنا محتاج أن أحدد احتياجاتي أنا محتاج أعرف إيه اللي أنا عايز أرفع كفاءة السلبيات اللي موجودة عشان أقدر أحدد إيه هي البرامج اللي ممكن ترفع من كفاءة العمل تمام؟ دي جزئية مهمة جداً في إطار فكر البرامج التدريبية لرفع كفاءة العملين في جهاز الدولة طيب أنا محتاج إيه من الجهاز الإداري أنا مين؟ أنا كمواطن محتاج إيه؟ محتاج خدمة مميزة سرعة أداء تقديم الخدمة بشكل محترم الموضوع ده فندم فعلاً شايقه ده فعلاً يحتاج وقفة من الدولة كلها في تدريب العملين لأن فعلاً فيه موظفين كتير لا يعني ما عندهمش القدرة والحنكة إنهم يديروا العمل اللي موجودين فيه فعلاً فيه موظفين في الدولة موجودين في أماكن يعني مش أماكنهم تلاقي واحد خريج حساباته ومعلوماته المفروض بمكانه الكمبيوتر تلاقي قاعد في أرشيف تلاقي قاعد في مكان تاني تلاقي موظف في دبلوم أو موظف كبير يا فندم موجود السكرتير لحاجة معينة أو أمر معين مش عارف يدير الموقف اللي هو فيه ففعلاً يا فندم التدريبي المهني إن انت تاخده تدربه وتطلع به من المكان اللي هو فيه أظن لو عندنا عشرين موظف في مكان تم تدرمه بطريقة أفضل هيديره مكان يحتاج لمية موظف موسيقى بسرخي عليكم الكلام اللي احنا بصدر ان احنا نقوله دلوقتي كلام مهم جداً لان احنا عندنا خطة تنموية لعشرين تلاتين عندنا بعض الوزارات تتنقل للعاصمة الإدارية الجديدة في بداية من عشرين عشرين عندنا موضوع جديد خلص يعني العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة هما بيسموها السمارت سيتي المدينة الزكية والعاصمة الزكية يبقى كل حاجة فيها مميكنة يبقى فيها تعاملات مختلفة عن الأليات اللي فيها الموظف الحكومي الآن يعني ده ما ينفعش فيه أرشيف فيه فران مثلاً واللي هينفع فيه فوت علينا بكرة ولا هينفع فيه مدام سعاد واخد أجازة وما فيش حد يقوم مكانها يعمل لنا الحكاية دي ولا ينفع فيه طب استنى لما نرجع للجنة تنعقد منبثقة من لجنة الكلام ده عافى عليه الزمن فالموظف اللي بشكله الحالي لما يروح العاصمة الإدارية الجديدة بالضبط هو أشبه بتوكتوك في الشانزرزي يعني أنت مش هتلاقي الموضوع فيه تناسق أبداً يعني من هنا في زهن الدولة نها تعتمد على تدريب ورفع كفاءات العاملين مبدئياً في الجهاز الحكومي وطبعاً بوضع معايير بقى للي داخل جديد من الشباب في الجهاز الحكومي طيب التنمية والتدريب في المهارات هتكون على إيه وخد بالك مش موظف بس ده بما فيهم المديرين يا جماعة يعني الكوادر دي تشمل موظفين بمديرين بقيادات لأنه حتى فكر القيادات لابد أن يختلف يسعدني أن يكون معي اليوم دكتورة رهام الهواري مستشار إدارة مظهر ومهارات تواصل برحب بيك إزاي كاعدت إزاي كاعدت إزاي كاعدت يعني إحنا التكاتج دي هنحولها إزاي التكاتج في الشانزرزي إزاي كاعدت إزاي كاعدت إزاي كاعدت إزاي كاعدت موظف بالمعنى المفهوم السائد دلوقتي وحطتيه في عاصمة إدارة جديدة كل حاجة فيها يعني تدي أمل وكل حاجة فيها بتتعامل بالتكنولوجي العالي جداً هي أقرب يعني تشبيه زي ممكن ننمي مهارات الكوادر دي خليني أبتدي زي ما بحب دايما نبتدي معاك بالنظرة العامة وشوية تحديدات معينة عشان الموضوع ما يوساش فنبتدي ما نعرفش نمسكه يعني حتى ولا نعرف نبتدي مني المشكلة اللي عندنا مش مشكلة إن إحنا نعرف نعمل الشغل بمعنى إحنا حبنا نعمل عاصمة إدارة جديدة بنينا العاصمة الإدارة الجديدة عايزين نعمل طرق عملنا طرق عايزين نعمل اللي إحنا عايزين نعمله فنيا بنقدر نعمله حلو؟ بس في بقى كلمة السحرية اللي بتدت تظهر جديد وابتدت تبقى ناس تقولها كلها بس هما مش مدركين معناها إيه؟ وده اللي لاحظته في المقابلات بتاعتي والاجتماعات كلها كلمة التنمية المستدامة فدايما أحب ببتدي أقول يعني إيه التنمية المستدامة؟ يعني إن أنا خلي بالعرب اللي أنا عايز أضمن إن اللي بعمله النهاردة علشان أرتقي بحضارة الدولة ومؤسسات الدولة والشعب اللي موجود في الدولة لازم أخلق له المناخ والضوابط اللي تضمن لي إن اللي أنا بعمله النهاردة ده يستمر فيستدام صحيح حلو قوي؟ بالمنطقة ده عشان أنا حاجة أبقى دائمة التطور عشان ما تبقاش حاجة اللحظة زي ما بنروح ناخد ترينيج مثلا كومينيكيشن سجال وبعد 24 سنة هننسي وحقول لك ليه إيه اللي بيحصل وإيه الغلط فإن أنا لازم أحط ضوابط وحط معايير أساسية بحيث إن أنا لما دي تدريب لحد سواء تدريب فني زي ما كان الأخ المواطن بيقول إن أنا عايز ما ينفعش واحد خريج مش عارف إيه يشتغل في إيه وعنده حق فاين؟ بس هو بتكلم على التكنيكل سكيلز صحيح فأنا خلينا نرجع بقى للحتة بتاعتنا أنا عايزة إيه؟ تنمية مستدامة يعني عندي معايير لو أنا عايزة أعرف أنت شاطر ولا مش شاطر في الكمبيوتر حعملك متحان كمبيوتر حيطلع عن النتيجة حقول أنت شاطر صحيح حلو الكلام؟ طيب بالنشكلة بقى مش في الفنيات دايما بعيد الحتة دي لما تعملت دراسة من هارفرد وكارلنج فاونديشن وكذا إنستيتيوت من الإدارة قالك النجاح بيعتمد على إيه؟ قالك 85% 15% يعتمد على معلوماتك الفنية يعني ما هي قواعد إن أنا أبقى مزيع في التليفزيون ما هي القواعد إن أنا أبقى مدربة تنمية ذاتية خلاص؟ تمام ده بقى كل اللي أنا تعلمته من أول الحضانة الكريتيريا المعايير اللي تناسب ونحاول بقى لدي الفنيات إن أداء الشغل تمام إن أنا أشغل الكاميرا دي إزاي؟ أوكي إن أنا الإضاءة أصبوتها إزاي؟ فنيات تمام تمام؟ فالفنيات دي اللي هي بابتدي أخدها من أول الحضانة لغاية ما باتخرك في الجامعة تعتمد نجاحي في حياتي وفي عملي وفي أدائي 15% 85% مهارات الفرد في التعامل مع الغير اللي هي البيبل سكينز اللي هي المهارات التعامل مع الغير تمام إيه اللي هي إيه بقى؟ ها إنت بتخرج ما تعلمته فنيا لأرض الواقع ومع لخدمة الناس إزاي؟ ودي اللي المشكلة بقى اللي عندنا بس إحنا عايزين هنا نحدد كمان للناس إنها دي مكتسبة يعني مش لازم تبقى جيناتك يعني لا مش لازم من جيناتك دايما بنقول في حاجة اسمها التالنت وحاجة اسمها سكيل أنا قدر أكتسبها مهارات التواصل دي تمام تمام بتتعلم تمام ولما كناش قاعدين نعملها بس هي مش الشطارة اللي أنا علمها هو أنا الشطارة قدها لك بالطريقة اللي أنت عايزها إزاي وقائسها إزاي وقائس التنمية بتاعتها إزاي مشكلة اللي عندنا هنا حكتين إن إحنا لسه لغاية دلوقتي خطوة قدامه عشرة الوراء إن أنا قائس مهارات الفرد كا بيحل المشكلة إزاي دي ليها أرقام في حاجات بتقسها يعني يقولك أنت في حل المشكلة خمسة على عشرة مقارنة بالوظيفة بتاعتك دي على مستوى العالي فأنت خمسة من عشرة حسن التصرف سرعة بديها حل المشاكل إدارة النزاع التعامل مع الغير خدمة العملة كل حاجاتي بقيت نإزحى صحيح فلو أنا مش حقيس يبقى أنا مش حارف فيه تطور ولا لأ ولو أنا مش حارف فيه تطور ولا لأ هتلاقي حضرتك التوك توك في الشانسليزي اللي هو إيه الصراع الدائم ما بين القديم اللي عايز يشدين الوراء العادات العادات بقلاش أقول القديم وجديد عشان بتاعمل حزازيات لأ العادات وما هو مطلوب عشان ننطلق دي أنت تعرفي كمان إيه المشكلة يا دكتور الهدام إن الخمسة عشر في المية أساسا اتغيروا لا مش مش موجودين اتغيروا بقوا يعني يعني إحنا لوقتي عزيرو يعني الراجل عايز يكتسب مهارات فضلا على حضرتك بتقولي الخمسة في المية المعلومات الفنية المعلومات دي قديمة كمان بس يعني لازم يطور منها كمان لهو زمان كنا بنقول المقييس الأمية اللي هي القراءة والكتابة والعمليات الحسابية ودلوقتي زودنا عليهم الكمبيوتر طيب إحنا هنا في مصر زودنا الكمبيوتر أو اللغة تعرف بره بنزود إيه؟ لا بنزودش بقى الحاليات بنزود الكميونيكيشن المهارات التواصل بنعمل مهارات البيع بنعمل مهارات اللي هي بنسميها الزكاء العاطفي اللي هو الاموشن الانتاليجنس اللي حل محل ملاش القديم تاني العادات اللي احنا متعودين عليها أو المفاهيم القديمة اللي احنا متعودين عليها يعني حضرتك بالدربي هل كسر التابوهات القديمة اللي موجودة لأنه يعني احنا عندنا عادات غير طبيعية يعني وتابوهات غير طبيعية محدوطة جوانا فبالتالي تقبل الجديد بيبقى صعب فهنا هل انت الاستجابة الموظفين والقيادات يعني انت ما تيجي تقولي انا هدرب مجموعة مديرين على القيادة وعلى الليدرشاب والقصة دي كلها والكميونيكيشن سكيلز وازاي تنصت للاخر هو ربما الزات تدخمت لدرجة انه حتى قابلية التعلم مش موجودة هنضمن منين بقى ان الناس دي هنفكها يعني هتسيح من الفريزر ده اوكي بس انا شغلي معتمد على كوتشنج يعني اللي هو التدريب الفردي تمام بالشخصيات القيادية والشخصيات العام اوكي هلين يعقول هكذا تمام طيب الشغلي الناس اللي ما تبقى في شخصية في وضع قيادي او شخصية عامة او لها ظهور مجتمعي عالي اللي هو الظهور للعامة اللي هو الناس دي انت في خلاف ما بين ان هما كلهم شخصيات وكلهم وصلوا للمناصب اللي هو اللي ما هتقولهم كلمة زيادة مش هاقتنع بيها طبعا مش هاقتنع بيها لان هو اللي يعرفه واللي ساعده ان هو يوصله للمكان بتاعه مش هتيجي تقوله غيره هايقول لك ده انا الهيستري بتاعي او تاريخي يقول ان ده نفعني لغاية في الحتة دي فتجمد عندي ابتدي بيقوله حاجة تعالي تمام وكلام حضرتك صح بس ان انا اتطور او انامي ادائي من 70 من اداء بدرجة 70% لاداء درجة 90% اسهل بمراحل من ال 90 وال91 فاللي مطلوب من سيادتك ان احنا نجيب ال91 دي ولا حضرتك تفضل في ال90 صحيح 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 وتبتدي تتناقش معاه طب اتناقش معاه على اساس ايه على اساس ارقام الحتة دي ما بقاش بقى موضوع ان انا اروح ادي تدريب عام يا عاطف ما ينفعش لازم اعرف النقطة اللي انت واقف عندها منين المشكلة اللي عندك ايه لان اكتشولي في كل شغلي من ساعة ما ابتديت حياتي المهنية لغاية النهاردة يعني انا بتكلم دلوقتي على حاجة بتاع 30 سنة في الفترة دي انا عمري ما كانت المشكلة بتاعتي ومعها حد انه هو فنيا مش قادر انا المشكلة عندي كله الماينسات الوعي الذهني انا انا ما فيش حاجة بتوقفك ما فيش حاجة بتوقفك عن ان انت تروح الحتة دي الا ان انت بتقول لنفسك انا مش قادر اروح الحتة دي فانا دوري كمدرب او دوري ككوتش او دوري ان انا احط معايير التنموية دي ازاي دوري ان انا اعرف اقوله ايه اللي مطلوب منك واعرف انت واقف فيه وايه الحتة اللي انت عايزها لان عشان ما عودش ما ضيع لكش وقتك وانا مش مفروض اضيع وقتك ولازم يستجيب لانه هي ما عندوش اختيار تهني قدامه ومش حكاية مجبر حكاية هو لما بيشوف يعني لما اجي قديك مثلا تعال يا عاطف نعمل نتضرب على ان احنا نطلع قدام الكاميرا تمام خلاص واقعدت قدام الكاميرا يا عاطف وشفت لا لا ده انا المفروض ان انا ايه دي بتعمل كده وانا فعلا لما بتسئل سؤال انا ما مكونش جاهز عنه بتلاجلك في الكلام واقول مش عارف ايه طيب يبقى دي الواحد السعين تعال نشتغل على دي اشتغلنا على دي نروح جايبين الكاميرا تاني ونصور تاني ونتحط تاني في نفس الحالة المزاجية واشوف الاداء تمام ده معيار ادي نتصورت بفور اند افتر يبقى دي معيار يبقى حصل التطور اشتغل عليه اشتغل عليه لكن مفيش معيير مفيش شغل حقيقي على حاجة اسمها الوعي الذهني والتحكم العاطفي والتحكم المزاجي في الاداء في التواصل مع الناس ان انا اعرف اي كنترول الاموشنز اتحكم في المشاكل لو انا ما تحكمش في دي انسى بقى طيب يعني دلوقتي عندنا مشكلة بقى في الحتة الخاصة بالتعامل مع الجماهير مش بس مع الاجهزة ومش بس بقى المشاكل ومش بس مع القرارات يعني احنا عندنا مشاكل متشعبة الحقيقة مع الجهاز الاداري او الجهاز الحكومي هنا ده يعني احنا عايزين ندي شبه توصية دلوقتي يعني هنا احنا نوصي هذه المؤسسات والوزارات ان تبدأ فورا في تدريب الموظفين وان نضع كمان ده شق التاني وان نضع معايير جديدة للشباب اللي داخل يتوظف سواء في خطاع خاص او عام ان يكون عنده المعايير دي من التواصل نبدأ بالجزء اللي هم موجودين قردي ابتدي اقولك التوصيات ما ينفعش باي حال من الاحوال ان يبقى فيه سرعتين مختلفتين سرعة اللي انت قلته انشاء المباني انشاء المباني كحطان وكخشب وكالحجر من غير البشر اللي هتقوامه صح ولا ايه رأي سياتك صح فما ينفعش ان انا ابقى قاعد في مكان سمارت زي ما انت بتقول وزكي ومش عارف ايه واجي الاقي متجمعين وقت الغداء على الارض في حتة وبناكل لان احنا متعودين ان احنا نتلم في حتة كده بحد شايفنا في الدراء ونقعد نفرش الغداء صح لان من العادات بتاعتنا ان احنا ما نفترش للصبح وننزل لساعة 12 يلا بقى يا جماعة نتغد صح اه او ما يبقاش في مكان نصلي فيه فنروح فرشين في الترق ونصلي لا لازم بيقى في مكان يقولك المكان اصله بعيد ما هنا اقرب يبقى انا بقى قبل ما يعني لازم سرعة بناء المهارات والاداء بتاع الفارضة يتواكب مع سرعة الانشاءات اللي احنا بنعملها لان الانشاءات دي مين اللي حدورها ممن اللي هيحافظ عليها بدلا ما تبوز بعدها بخمس سينة البشر بردا الله ان Prayer عليه فلو ده ما بقاش بسرعة ده يا بقى انا عندي مشكلة انا مش عندي مشكلة في المباني وماس انا عندي مشكلة كمان في اي طموح احنا عايزين نوصل له ونخدله شورط كات للمستقبل اللي هو بنقول خطوة لقدام ونرجع عشرة ايه لورا لانا فيه بيفرط مننا ده كلام لما أنت مش محدد اللي مطلوب منه وتتصرف عليه ونبقى عارفين تاني التنمية المستدامة معايير قياس الأداء معايير التنمية معايير التطور طبعا في معايير كمان لتطور الإنسان ما تستعملوها شو معنا دي بنخاف نستعمله صحيح طيب دكتورة ريهام يعني برضو مش عايزين نبدو للناس إن إحنا قصيين في اللي هنترحه دلوقتي لكن أنا بتكلم على إنه أغلب الدورات التدريبية اللي بتأخذ فيه المؤسسات بيروحوها علشان يتفسحوا شوية يعني مزبوط مش كده؟ مزبوط قد دينا بتغير جو وقد دينا يمكن بناخد بدل أو يعني بوكت ماني زي ما بيقوله مزبوط أيا كان صح فما فستفدش بحاجة يعني هل نضع معايير إن لم تكن على مستوى المهارات الكافية فلن تستمر ولا إيه؟ يس معايك مليون في المئية أيوة قولا واحدة ونقطعين أقول لك ليه مفهوم خاطئ من المفهيم الخاطئة من التدريب الفني ده موضوع بجد ولازم نجيب لي ناس كويسة وناس تقدم التدريبات الفنية عشان يقدر يدير حلو صح؟ تمام حلو طيب إحنا بقى زي كده لما تعلمنا الحادثة اللي أنا ما بحبش أذكرها دايما بس هقولها علشان الناس تبقى فهم أنا بقول إيه؟ إحنا علمنا سواء القطر القطر بيتساء إزاي بس ما علمناهوش بيقف إزاي ما علمناهوش بيقف إزاي آه فين الفرامل وعلمنا الكومساري القطار إنه هو لازم ياخد التذاكر ولازم يلتزم لأن دي أمانة الدولة ودي فلوس الدولة بس ما علمناهوش يخطب الناس إزاي صح؟ نتيجته كانت إيه بقى يا عاطف؟ كوارث صح؟ على مساء البشر والحجر يبقى لما أقول أن أنا حاعد أدرب التدريب الفني التدريب الفني أسهل بكتير من التنمية الزيتية والتدريب الزيتي فآه المدرب لما إحنا بنقول إن ده ما أنا بضر وبيجي لي ناس وآه بيجي لي ناس تتفسح بس أنا بقى شطرتي كمدرب لو أنا فعلا مدرب مش زي ما بقولك المفهوم الخاطئ إن صف سكيلز ترينيج ده مش مهنة مان لا مهنة له لأ صعب قوي يا عاطف لا طبعا مش أي حال طبعا صعب لأ أنا أقولك من فضلك وإنت بتكلمني ما تخليش راسك كده خليها كده صحيح عشان تعملها وإنت under stress لأ صعب قوي يا عاطف فلو قدامي ده مش متمكن كويس قوي يعرف يوصل المعلومة بحيث إنه يقنع اللي قدامه بلغة اللي قدامه إزاي؟ مزبوط يبقى دم ما بيعملش حاجة بأنه نزلت كلمتين من على الإنترنت وقلتهم أنا نفسه وصيك وصيها كده دكتور وصي عاطف وحياتك يعني واتفضل لأنه إحنا يعني غالباً تشعوب العربية مش اللي يعني عشان بس مظلمش المصريين بس يعني يعني الفكرة إن إحنا لا ننصت مسألة متفشية بشكل كبير جد فيعني أربوكي يعني لازم المدربين أدرح لك حيثة الإنصاد دي ولا إنت عايز المدربين ينصتوا لا المدربين نفسهم يعني يشرحوا للناس يعني إيه الفرق بين الاستماع والإنصاد يعني وإن ربنا ليه خلق لنا اتنين ودن وبقوا واحد أقولك على المفاجأة بقى اللي إحنا كنا عادي نكلم فيها بقى لنا عشر سنين وإيه الجديد بتاعها الموضوع بتاع الإنصاد مش موضوع تكاسل ولا موضوع عدم إدراك ساعات بيبقى الإعداد بتاع البني قدم الزهن يعني مثلاً سي أنا وإنت بنتكلم مع بعض لو أنا مش واسقة أنا من معلومتي أو أنا خايفة من الكاميرا أو أنا أول مرة أقعد مع عاطف تاريخه في المجال فحبقى قلق أنا فلا يمكن أن أنا حعرف أسمع لأن حبقى مجهزة دايماً رد بتاعي إيه أو أبقى سترس بتاعي الضغط العصبي بتاعي على الآخر لدرجة أن أنا بنسميها إيه العضلات بتاعتي متجمدة فبقيت تأثر على الفلو بتاع الدم في الجسم فما بقاش مخي شغال بسرعة فالموضوع مش موضوع أن أرى ما بسمعش أشمع لأ أنا حجهز حقول إيه قبل ما أنت تقوله فما بسمعكش صحيح لأن أنا مجهزة أنا قافزة أنا عندي علم هفتحها أقولها أو أن أنا مضغوطة جداً لدرجة أن أنا شايفة قدامي بني آدم بيتكلم بيفتح ويقفل لكن الكلام بيدخل هنا لكن ما بيطلعش فوق صحيح وبعدين ينزل هنا طب ما هو ده جوة تدريبات كمان ما إحنا عندنا باقة من المنتل بريباريشن مش موضوع بتاعة أن أنا دي صوف سكيلز ولا دي تكنيكل سكيلز التدريب والإعداد الزهني للكوادر على جميع المستويات طيب بتئيس الزاي دلوقتي نيجي للشق الثاني وهو الشباب اللي داخل على لأن احنا أولا النهاردة دينا شوفنا حركات الموضوعية يعني حركة المحافظين منذ الأمس بدأنا نستعين بشباب في مراكز قيادية مساعدين أو نواب للمحافظين أنا أعتقد المستقبل قريب هاشهد جدا في أماكن كتيرة جدا الشباب ده يعني يبقى أيضا مؤهل إزاي بالمهارات التواصل أنه يقدر يتحمل المسؤولية يثق في نفسه يبقى عنده سرعة اتخاذ قرار يبقى عنده قدرة على حل المشاكل وإيجاد بدائل يعني اللي هو الموظف اللي بنحلم بي في هذا الجيل حلو يعني احنا متفقين بنحلم بي في هذا الجيل يعني أنا متفق أنا وإنت أنه ده لازم ليه إعداد من الصغر طبعا متفقين طبعا يعني احنا بنتفقين أن احنا كنا المفروض نبتدي من عشر إلى خمسة عشر سنين أو من عشر سنين بالزبط المفروض نبتدي في الحتة دي وقتا فأبو عشر سنين بقى عنده عشرين سنة صح فإحنا ما عندناش دلوقتي إكسكيوز لأن المفروض إحنا أدراكنا دي من قبل كده فما فيش عذر يعني إحنا عندنا جيل دلوقتي جاهز إن هو يؤدي تمام ما بوزوش أنا بقى زي ما الطفل المصري يقول لك أزك طفل في العالم لغاية ست سنين بعد كده ما انتهينا صحيح حتى حتى دخول المدرسة أنا بشتغل مع شباب كتير فل تمام ليه؟ الشباب يعني الأمر يعني شايف لسه فيه بكرة إحنا خلاص إحنا اللي عشنا عشنا أو تعودنا على حاجات معينة الصعب التغيير فيها تمام اللي هي لتسعين واحد و سعين لكن هو لسه قدامه من سبعين إلى تسعين صحيح فالأمل موجود حلو الكلام؟ الحاجة الثانية قريدي ده مولود في إيده كل المعلومات اللي هو ممكن يعرفها من أي حتة في العالم معه في إنترنت، سوشال ميديا، جوجل سورتش، تاك 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 عنده مليون حاجة فالمعلومة عنده مزبوط يبقى أنا بقى شغلتي معا إيه؟ إننا قدرتك على التعامل، ثقتك في نفسك، هدوءك، قدرتك على اتخاذ قرارات مهمة يعني هو ده اللي هيودينا ويخلينا في حالة الاستدامة المطلوبة للغد ادعو معي دائما احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي وإلى اللقاء قدرتك على التعامل، ثقتك في نفسك، هدوءك، قدرتك على اتخاذ قرارات مهمة يعني هو ده اللي هيودينا ويخلينا في حالة الاستدامة المطلوبة للغد ادعو معي دائما احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي وإلى اللقاء قدرتك على التعامل، ثقتك في نفسك، هدوءك، قدرتك على اتخاذ قرارات مهمة يعني هو ده اللي هيودينا ويخلينا في حالة الاستدامة المطلوبة للغد ادعو معي دائما احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي وإلى اللقاء